موسيقى زي ما شفتم معنا في نهاية النشرة المشهد الأخير والكلب وهو في البحر اللي هي فكرة أنه الناس كلها في الصيف حتى الحيوانات تستمتع بهواء الصيف من حوالي يومين ثلاثة كده كنت بتابع أخبار الصيف في كل مكان في العالم فمثلا تقارير كتيرة جدا في أوروبا رغم الأزمات اللي موجودة في العالم بشكل عام وفي أوروبا تحديدا فبيقولك الناس اللي بدلت أجازتها كانت الأجازات مثلا بتبقى أسبوع أو ثمانة أيام زي ما بياخدوها وبيبقى مجهزها من أول السنة نظرا للأزمات فالناس عملت تقليص علشان يقدروا يستمتعوا ولكن بوقت أقل وبأيام أقل وبالتالي الميزانية تبقى أقل فبقت الأجازات عبارة عن من يومين لتلاتة أو أربعة بالكتير لكن ظلت الشواطئ كما هي مستحمة شواطئ أسبانيا جنوب فرنسا إيطاليا بكل شواطئها اليونان وده بيؤكد أنه الإنسان دايما محتاج لأجازة ومش بالضرورة الأجازة تكون طويلة الأيام أو بفلوس كتير جدا الأجازة ممكن تقتصر في يوم أو يومين نفس الشيء هتلاقيه مع مواطنينا وأهلنا في مصر لما بشوفوا الصور الكتيرة وازدحام اسكندرية أنا شخصيا بالعكس ببقى مبسوطة أن الناس مبسوطة والناس على فكرة ما بتتضيقش يعني الناس بتحس بطاقة بعض يعني بيبقوا فرحانين أن الكل بيصيف اللي موجود على الكورنيش اللي موجود على الشواطئ وشواطئ مصر ربنا حبانة في مصر بعدد من الشواطئ العظيمة والبحار العظيمة فأنت بطول الساحل من أول اسكندرية لحد ما تروح أنت عندك عدد من الشواطئ ومدن جديدة زي العالمين كلها الحقيقة يعني متاحة للجميع وبكل الميزانيات يعني كل حد قد ميزانيته قد الأيام المتاحة ليه يقدر يقدي فعلا أجازة لطيفة ترجع مثلا تروح لمنطقة زي بورسعيد والسويس وتيجي مثلا زي مناطق راس البر وجمصة وبلطيم فحتلاقي أماكن كتير ناس بتغير خالص ويروحوا الغرداء وشرم الشيخ على فكرة شرم الشيخ ممتلئة بأخواننا العرب موجودين أعداد كبيرة جدا خاصة كنت مثلا وأنا في الأردن بلاقي كتير من أهلنا في الأردن والإخوة الأردنيين بيفضلوا كتير جدا أنهما ساعة يبقى موجود زي ما بيقول في نويب عن طريق العقبة ويقضي أجازته فالصيف بيعلن عن الأجازات والأجازة مش مرتبطة أن أنا أصرف كل ما في الجيب أنا ممكن أعمل أيام قليلة وميزانية محددة لكن أقدر أرفع عن نفسي قد مقدر طيب تعالوا نبدأ أخبارنا النهاردة في التسعة مع الخميس وخلينا نروح معاكم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103.750.000 نسمة خدوا بالكم الرقم ده بزيادة عامل إزاي عدد السكان قدرها ربع مليون نسمة خلال 50 يوم فقط وده الحقيقة يعني رقم كبير يعني كمان يمكن دايما بنتكلم في التسعة لو حضرتك ماشي في طريق صلاح سالم فحتلاقي على الجهاز يعني الإحصاء وحتلاقي الساعة السكانية تقدر تتابع معها خلينا ناخد يعني ونتابع معاكم الأخبار محافظة القاهرة مثلا على رأس قائمة أعلى المحافظات من حيث عدد السكان بلغ عدد السكان القاهرة إلى 10.2 مليون نسمة والجيزة جاءت في المرتبة التانية والشرقية ثم الدقهلية 7 مليون نسمة يعني أنا شخصيا بشوف أنه يعني لو إحنا بنقول القاهرة الجيزة الشرقية وبنشوف الترتيب المحافظات ده برضو لازم يخلينا نقدر نكسف كمان يعني التوعية أكتر في المحافظات الأكثر سكانة خلينا نروح للخبر التاني ده ونشوف برضو مع أخبارنا النهاردة وفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين الخبر ده مهم وبيساعد ناس كتير القرارات تضمنت الموافقة على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه يعني بمعنى إي كان المفروض أنه الأول كانت لازم يكون خمسين ألف جنيه دلوقتي تم التخفيض وباقت ألف جنيه فقط كما وافق المجلس أيضا على اعتبار المشروع الاستثماري مشروعا استراتيجيا يعني مشروع مهم أنك تعمل مشروع استثماري ده شيء مهم ومشروع استثماري استراتيجي وقومي وده في حالة إقامته في قطاعات زي الكهرباء والطاقة المتجددة أو قطاع البترول الثروة المعدنية أو قطاع النقل أو قطاع الصناعة أو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو قطاع الإسكان والمرافق أو قطاع السياحة قطاع الشباب والرياضة قطاع الانتاج الحربي على أن يتوافر فيه المساهمة في زيادة الصادرات وتقليل الوردات وتعميق المكون المحلي في منتجاته يعني بمعنى إيه؟ يعني بمعنى أن القطاعات دي أن إحنا نقدر المهمة عندنا أن إحنا يكون عندنا استثمار وأن إحنا نقوي المنتج الداخلي وندعمه يعني يبقى كمان أنت زي ما بتصدر إلى الخارج لكن كمان يبقى المنتج الداخلي عندك أنت بتقومه وتساعده وتستثمر فيه وتقويه بشكل أو بآخر خلينا ناخد دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار ونعرف منه مزيد من التفاصيل والمعلومات نساء الخير يا دكتور نساء الخير تحية الحقيقة والسلام مشاهدين يعني عايزين نعرف النهاردة هذا التخفيض الخاص بالاستثمار وشركات بأنه ممكن يكون المستثمر من 50 ألف جنيه كانت القيمة الخاصة ده وتم التخفيض إلى ألف جنيه هو الحقيقة الحكومة بتتحرك في أبعد مدى لمساندة الاستثمار والاستثمار ده الحقيقة له جانبين جانب الكوربيت أو الشركات الكبيرة اللي بالتأكيد بنحتاجها بشدة علشان التكنولوجي الحديثة علشان نظم الإدارة الحديثة علشان هي دي اللي بتشغلها لماس بودكشن اللي بتشغلها لفتحة سواء جديدة اللي يمكن الاعتباد عليها فيه إحلال كثير مما يتم استراضه وتخفيف الضغوط على الناد الأجربي بالإضافة إلى توليد مزيد من فرصة العمل وبالتوازي مع الكوربيت أو الشركات الكبيرة الحكومة الحقيقة أيضا بتسع جاهدة أنها تعطي دفعة قوية ساكل للمشروعات الصغيرة المتوسطة أو حتى للمشروعات والمنشآت الفردية وده يمكن الحدف الأساسي منه هو توليد مزيد من فرصة العمل بالتأكيد الاقتصاد المصري زيه زي معظم اقتصادات العالم في الوقت الحالي بفعل أثبت أوكرانيا وبفعل أن هذه الأزمة الحقيقة قتت على أزمة أخرى التي كانت الانتداءات السابقة لجاحة كورونا فبالتأكيد الاقتصاد العالمي بيمدر بتحديات كبيرة وبالتأكيد أيضا الاقتصاد المصري بيمدر بذات التحديات مؤكد أنه فيه عدد من قطعات النشاط الاقتصادي بالتأكيد السياحة بها الحقيقة حجم انخفاض في التشغيل بها فرص للعمال التنفق بها وبالتالي الحقيقة الحكومة بتأسى أنها تولد مزيد من فرص العمل في قطعات الأخرى وعايزة توصى دي سالة لكل المستثمرين كل من لديه أموال قد أموال كل من يدعى في الستثمار أنه الحقيقة الدولة بتسع جاهزة لأنها تقدم كل ما يمكن تقديمه من أجل إعطاء دفع قوية للستثمار والحقيقة هو ده التوجه أو الهدف الذي لا يعلق عليه في الوقت الحال لأنه الحقيقة كلنا محتاجين هذا القد من الستثمار الخبير وبالتالي مفترض دي سالة مهم أنها تصل بشكل جيد بشكل أفضل لكافة المستثمرين علشان الحقيقة يكون في المرحلة الحالية والقادمة مزيد من التنسيق والتعاون مزيد من التفاهم فيما بين الحكومة ومجتمع الأعمال طيب دكتور هشام يعني خليني برضو كده وإحنا بننظر على مصر وعلى تعداد السكاني والنسبة الأكبر لمصر يعني مصر دايما يقال عليها شبة لأن مصر فيها نسبة أو العدد الأعمار من الشباب هي النسبة الأكبر بكثير فإذا إحنا يعني لو بنستثمر وأن الشباب يبقى عنده فرصة إذا كان ألف جنيه علشان يقدر يبقى عنده هذه الشركات فإحنا بنتكلم على صناعات صغيرة على استثمار صغير ولكن يعني هذا العدد كلما زاد كلما كمان حصل نشاط للصناعات الصغيرة هل ده كمان ممكن يساعد في هذا التمويل والاستثمار بهذا الشكل؟ بالتأكيد إحنا الحياة عايزين نخلق أجيال متعاقبة من مجتمعات العمال مش هنعتمد طول عمرنا على كبار كبار العملاء الآن الأواني اللي يكون عندنا صف تاني وتالت ورابع الحياة من مجتمع العمال والحياة مستهدفتنا في الوقت الحالي وده الحياة من الأمور الطيبة للغاية إنها بتتتسك وتتتفك وتتكامل مع المشروع القومي الأهم في تاريخ مصر وهو مبادرة حياة كديمة وهو مبادرة حياة بتخدم على تقريبا ما يقترب من 60% من تعداد سكان مصر هي بتخدم على أبعد مدى داخل مصر إذا كان أهلينا في السعيد أو في الأدياف نتكلم على الكورة ونجوع وهذه المبادرة حياة بيقوم عليها العديد والعديد من المشروعات بالتأكيد بنت بيئتها بمعنى أنه المهمة أو أنه كل قادية أو نجع أو مدينة يقوم على شبابه وأهله وناسه وبالتالي هذه أو ما أقدمت عليه الحكومة اليوم هذا في الأساسي أنه يشكل العديد والعديد من المشروعات الفردية اللي ممكن أنها نستفيد بيها من خلال مبادرة حياة كديمة ونفيدها أيضا من خلال إعطاء مزيد من فرص الإستثمار إعطاء مزيد من التوعية برامج تجيبية وما إلى ذلك وبالتالي نقص بجنب بعض هذه المشروعات أو هذه الفئة من الأفراد تساند الدولة والحكومة في مشروعاتها القومية وأيضا الحكومة تساندها مش بس أنها تخلى لها فرصة عمل بالإطار أو بالشكل التقريدي فرصة عمل حكومية ونفتك الميدي يتمدخ في الصعب والحياة صحيح وطبعا ده بيخلينا زي ما شفتوا حضراتكم أعتقد ده خبر مهم جدا بهم كل قطاع الشباب وزي ما قلته هو ها كمان يعني لازم تكون الاستثمار بشكل استراتيجي أو قومي يعني ما يخدم بلدنا بشكل عام انتجنا وبلدنا وقطاعات كتير الحقيقة اللي موجودة ومتنوعة فهتلاقيها في كل المحافظات أنا بشوف كمان أنه المحافظات هنا عليها مجهود مش بس المحافظات كمان الجماعات الكبيرة أنها ممكن كمان تساعد الشباب في نوع من أنواع التوعية وممكن يبقى الاستثمار شكله إيه ويقدروا يعملوا إيه لأنه ألف جنيه وتبدأ انت الاستثمار وتقدر تعمل فاحنا بنتكلم عن نشاط واستثمار يعني ممكن يكون قليل ولكن نسبته ممكن سريعا يبقى عدد كبير جدا سواء موجود في المحافظات الكبيرة أو أنه الناس تقدر تعمل ده بشكل كبير ويقدر يساعدها فنقدر كمان نبقى فيه اقتصاد نقدر نشتغل عليه ويبقى المنتج كمان المحلي له قيمة إحنا أحيانا لما بنشوف المعارض اللي بتبقى موجودة زي ديارنا وزي المعارض اللي بيقوموا بيها الناس سواء السيدات أو رجال الأعمال أو الشركات الستارتاب والشركات الصغيرة بنبقى بنشجعهم وبنبقى فرحانين جدا أن هم بيقدروا يعملوا هذه المشروعات الحقيقة فيه تشجيع كبير جدا علشان نقدر نعدي كلنا ونقدر نزق عجلة الاقتصاد إلى الأمام فاصل قصير وبعدها سنكمل معكم باقي فقرات الليلة من التساعة أرجوكم ابقوا معنا تفضلوا أول ما تبدأ تسمع عن بدء المرحلة الأولى من صنصيق الجامعات بالتسجيل سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التفكير طبعا أن احنا حنسجل خلاص ونشوف التنسيق حيبقى عمل إزاي وإحنا كتير جدا قولنا قبل ما الناس تبدأ تعمل التنسيق نتمنى أن الناس تراجع نفسها كتير وتشوف مهاراتها وتشوف سوق العمل يمكن الشباب بيسمعوا الكلام ده كتير بس هو بقى كلام حقيقي لأنه كمان بقى فيه في مصر عدد من الكليات والمعاهد العليا اللي كمان بدأت تشتغل هي كمان على متطلبات سوق العمل يعني بمعنى أن أنا لازم أفكر قبل ما هدخل أتعلم إيه أنا هشتغل إيه ومهاراتي أنا إيه يعني فيه واحد مثلا تسمع حد وبسمع عنده أهالي كتير جدا تلاقي البنت مثلا تقول عرفة أنا عايزة أخص كلية علوم قسم كذا عايزة أطلع كذا الأهل طبعا يتخضوا يفضلوا يوجهوها عشان المجموعة بتاعها لكلية معينة ممكن تكون مهاراتها مش فيها طب نسيبهم لأن هي ممكن تكون شايفة نفسها وتقدر فعلا أن هي يعني تتفوق في شيء معين كمان سوق العمل إحنا نساعد ولدنا يعني نشوف سوق العمل متطلباته الدنيا بقت رايحة فين وإيه أكتر يعني الطلبات في سواء الوظائف المتنوعة في المؤسسات أو موجودة في الشركات ونبدأ نساعدهم بشكل كبير خلينا نقول أن المرحلة بدأت وده حد يوم الاثنين 18 أغسطس وحيبدأ الطلاب يقدموا عن المرحلة الأولى من التنسيق حوالي 117758 طالب وطالبة خلينا ناخد مزيد من المعلومات مع دكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة تعليم العالي مساء الخير يا دكتور مساء نور تحيات الحضرات وكل السيدات والسادة المشاهدين مساء الخير ده يعني الشكل الرسمي لكل عام بدء المرحلة الأولى والتسجيل بالتنسيق وأعتقد التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني ده كمان بيساعد أنه مزيد بقى من الحركة وأن الناس تبدأ يعني تعملها بشكل فيه تنظيم وتنظيم وقت وتفكير كمان أفضل بكتير بالضبط زيما حضرتك شرطي تنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد العليا يتم بشكل كامل عن طريق التنسيق الإلكتروني وده بتطيح المزارة زموحاتك شرط المرحلة الأولى بدايتها اليوم الخميس تسعة أحداشر أغسطس ومستمر معنا بإذن الله حتى مساء الاثمين القادم الساعة السابعة مساء نقطة اللي عايز أشير ليها إذا الطالب متوفر لديه جهاز الحسب الخاص بي ويعني مرتض بشكل الإنترنت بيدخل الطالب موقع تنسيق الإلكتروني متاح على مدار 24 ساعة كاملة إذا الطالب لست لديه هذه الإمكانية يستطيع أنه يستعين بأقرب جامعة حكومية واجامعات الحكومية لديها معامل حاسبات مجهزة وأيضا يوجد خبراء يستطيعون أنهما يقدموا الخدمة للطالب ويستعدوه في كيفية ترتيب الرغمات الحاجة تانية المهمة اللي بننصح بيها الطلبة دايما عشان نقلل أخطاء التنسيق الإلكتروني اهدأ تماما عندك خمس أيام كاملة من حقك تعدل رغباتك حتى اللحظة الأخيرة وبالتالي مكتب التنسيق بيعتمد التعديل الأخير للطالب في التنسيق الإلكتروني الرقم السر الخاص بالطالب خاص بالطالب ولا يجوز التفريد فيه أو إطلاع الإلكتر عليه لأنه من الممكن البعض يستغل الرقم السري ويغير رغبات الطالب النقطة الثالثة الطالب عنده خمسة واربعين رغبة يملأ كامل هذه الرغبات إذا الطالب لديه رغبة تتخصص معين يملأ كافة الرغبات الخاصة بهذا التخصص ثم ينتقل إلى تخصصات التالية ببعض النصائح اللي بتساعد الطالب عشان يقدر يتعامل مع التنسيق الإلكتروني بشكل رحي تمام وخلينا برضو نرجع نأكد من خلال حضرتك بأن الجامعات زي ما حضرتك ذكرت الحكومية كمان ممكن تساعد للناس اللي هم يعني قد يكون حيدخل على الموقع الإلكتروني ربما فيه ناس بيقع عندها قلق يعني خليني أقول لحضرتك بيقع عنده قلق أنه يترى يعني ممكن مش من الطالب ولكن من الأهل يا ابني أنت عملت صح يا ابني أنت دخلت على كله يا ابني أنت عارف القلق ده بيفضل دايما موجود فخلينا نقول أنه مزيد من الطمأنة لو حس أنه هو محتاج أنه يروح جامعة حكومية يقدر يروح أولا أنا بطمن كل الأهل التنسيق للطروني بحضرتك لا يظلم طالب على الإطلاق كل طالب بيحصل على كامل حقوقه التنسيق عبارة عن تنافس بين الطلاب وفقا للمجموعة ووفقا لترتيب الرغبات لكل تخصص علم تمام المهم في هذا الموضوع أن أهل يحترموا رغبات أبنائهم صحيح أنا لسا كنت بقول كده نايمان عبدك بنقول أن الطالب اللي بيختار تخصص علمي برغبته وعايز يكمل فيه صحيح مسألة فرض تخصص علم معين على الطالب بحجة الاستخصار في المجموع صحيح ده داخل قطاع الجامعات الحكومية فقط داخل هذه الكليات لدينا ضرابة كثيرة ومنها تخصصات علمية هذه التخصصات لما أضيفت للكليات في الجامعات الحكومية الهدف منها ربط التعليم العالي بفرص العمل المتاحة خلال السنوات القادمة أكيد طيب دكتور عادل برضو وجود حضرتك معنا لو حصل أنه فيه طالب حب يعمل تعديل للرغبات بعد انتهاء الخمسة واربعين يعني بعد ما خلص الخمسة واربعين رغبة وحب بعد انتهاء الوقت يعمل تعديل هل يقدر يعمل التعديل ده؟ للأسف هذه الفرصة غير متاحة فإذا لازم يركز تماما لما قتحنا حضرتك الفرصة الخمسة في أيام كاملة كان ممكن تبقى المرحلة يومين للأكثر قتحنا فرصة كاملة للتشاور يقدر يتشاور مع أسرته عنده فرصة يعدل مرة واثنين وثلاثة خلال الأيام الخمسة المحددة للتنصيق يعني يقدر يروح ويرجع ويغير في الخمسة أيام على مدار الاربعة وعشرين ساعة يقدر يعدل لا يوجد مشكلة لكن طالما دخل التنصيق فحجس كرسي في التخصص معين مقاعد الأخرى حجسها زملائه وبالتالي الكمبيوتر يتعامل مع كل هذه المسائل وفقا للمقاعد اللي اختارها كل طالب عشان كده طالب يختار بتأني تشاور مع أسرته يشوف رغباته هي أكدها ياخذ الكليات وفقا للتخصص يعني الطالب إذا كانت لديه رغبة على سبيل المثال في كليات الطب ومجموع يساعده في ذلك يرتد كل كليات الطب على مستوى الجمهورية طبعا المسألة فيها توزيع جغرافية وشرحنا كوزار التعليم عالي فيديوهات والفلوغرافات والسينوجيم وأدوات توضيحية كثيرة بيبدأ بالتوزيع الجغراف في المنطقة ألف إجبارية يعني على سبيل المثال هقدر حضرتك كل أبنان يسمعوا هذا النموذج لو الطالب مثلا طالب من محافظة إسكندرية تمام لازم يكتل طب إسكندرية رقم واحد صحيح كثير جغرافي إجباري ثم ينتقل للمنطقة الإجبارية به ودرده دي منطقة جغرافية إجبارية محدد له كليات الطب في هذه المنطقة اللي هي الأقرب إلى الأسكندرية بالضبط ثم ينتقل للمنطقة أجيم وفي المنطقة أجيم يرتب برغبته كما يشاء سؤال يا فاندم برضو حضرتك بتسترسل معنا هو هنا في المناطق الإجبارية بيبقى مكتوب على الرغبات نفسها منطقة إجبارية واحد ألف بهجيم بيبقى مكتوب في الرغبات تمام موجود والسيستم أصلا لن يقبل منه إلا إذا ربت بهذا الشكل الصحيح تمام تم تصميم النظام على أساس مساعدة الطالب تمام في كل الداتة الموجودة وأنا بقى أحيل كل الطلاب من الاطلاع على السين والجيم اللي حطانه الوزارة على الصفحة الرسمية تمام هتسعبه إحنا عملنا حضرتك تحليل لكل الأخطاء اللي كانت بتحصل في السنوات الماضية في التنسيق الإلكتروني وسهلناها للطلاب في شكل فيديو توضيحي وإنفجراف توضيحي ومجموعة أسئلة وإجابات تسهل على الطلاب التنسيق الإلكتروني بشكل سليم تمام بالنسبة بقى للتحويلات يا فندم يعني بعد الانتهاء بقى هل التحويلات هتبقى سهلة في تغير في شكل جديد في التحويل النظام خلينا أقول لحضرتك فيما يتصل إحنا لدينا في نظام التنسيق الإلكتروني ما يسمى بتقليل الإلكتراب آه بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني وأعلام نتيجة المرحلة الثانية نبدأ في تقليل الإلكتراب تقليل الإلكتراب الحدف الأساسي منه تعليل نسبة الطلاب المقتربين الذين تم تفضحهم على كليات بعيدة عن المحافظات اللي بيخطنوا فيها تمام طبعا مكتب التصديق لا يستطيع أن يكون بتحويل كل هؤلاء الطلاب لأنه هنفرق كليات وكليات أخرى سيكون في الدخل استعابي فبيتم تحويل أو تقليل إلكتراب 10% من الطلاب وبيتم اختارهم على أساس موضوع وهو معيار الدرجات يعني لا تدخل في هذه المسألة بشري ولكنها مسألة إلكترونية بحتة ويتم ذلك بناء على الدرجات اللي الطالب يعني درجاته كمان هي اللي حتساعده يعني علشان يبقى فيه حق وعدل في مسألة التحويل سؤالي الأخير لحضرتك نتيجة المرحلة الأولى أو المراحل بشكل عام هتكون أونلاين يعني الناس ولا حيبقى فيه زي إيميلات ولا حيعرفوها إزاي نحن حضرتك بمجرد انتهاء المرحلة الأولى في الموعد الرسمي بتجري المزارة بتحليم إحصائي لكل الرغبات المقدمة من الطلاب وربطها بمجموحها أولاد الطلاب والأعداد المحددة من جانب المجلس الأعلى للجامعات لكل كلية على مستوى الجمهورية يلذلك اللجنة العلي للتنصف بتجتمع ثم تعلن وزارة التعليم العالي هذه النتائج من خلال مؤتمر صحفي بيحضره معاني وزير التعليم العالي ويعلم فيه الحدود الخاصة بكافة التخصصات العلمية كما يعلم فيه أيضا الحدود الدنيا للمرحلة الثانية والمدة الزمنية المخصصة لها عيد أكيد عموما نتمنى التوفيق لكل الطلاب وهذه النصائح إن شاء الله تكون مفيدة بالنسبة لهم من خلال الرغبات اللي حتكون موجودة على الموقع الإلكتروني الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي بشكر حضرتك شكرا جزيلا والطلبة والطالبات أعتقد إن شاء الله توفقوا وللنس عندكم فرصة خلينا نلخص خمسة أيام من خلال المرحلة الأولى تقدر 24 ساعة تدخل وتشوف وأنا برأيي إن أنت الأول يعني تتصفح بشكل عام يكون عندك ورقة تكتب رغباتك ويبقى التسجيل بشكل نهائي عندما تستقر نهائيا على تسجيل الرغبات ونتمنى التوفيق للجميع دايما الإرادة بتعمل حاجات كتير يعني الإرادة الإنسان دي غريبة يعني تلاقي إن أي حد نفسه طموح عنده أمل عنده حلم عنده أحلام عايز يحققها فتلاقي إرادته عاملة كده زي السند طويل عندنا مثلا الفقرة اللي جاية دي أو الخبر اللي جاية ده هكلمكم عن طالبة جميلة جدا وتحدت الصعاب بشكل كبير جدا وحربت كل الصعاب مونيكا رامي مونيكا طالبة عاشت رحلة طويلة جدا مع السرطان والموضوع ده خلاها بطلة متفوقة وبقت كمان هي مثل كبير جدا يحتزى به بين طلاب السنوية العامة بعد ما حققت نسبة عالية بمجموعها 91% بقسم أدبي والده الحقيقة مجموع يعني تفوق رغم المضاعفات الشديدة اللي تعرضت لها بسبب المرض وسط الامتحانات يعني وهي بتمتحن كانت بتعاني من هذا المرض ولكن طبعا ده اللي خلى مونيكا طول الوقت بتبزي المجهود وبتتحدى نفسها تتحدى الوقت تتحدى الامتحانات أنا بحب هذه الإرادة اللي كلنا بنتعلم منها خلينا كده نسلم على الطالبة المتفوقة مونيكا ونسلم على مونيكا ونقول لها يعني حمد الله على سلامتك وعلى إرادتك القوية ومبروك يا مونيكا الله يسلم حضرتك الله يبركك حضرتك بالطرف لي يا بكاد أنت صغنونة أو أنت عندك كم سنة يا مونيكا صوتك صغير 18 18؟ طيب قوليلي بقى إزاي يعني أنا عايزك تشرحيلي سنوية عامة مذاكرة كتير وطبعا مضاعفات المرض والأدوية وأكيد غصبا عنك بتضعفي وبتهبطي كلميني إزاي عملتيها صراحة كان في ناس كتير حوالي بيشدعوني ولكن كان بيجديني كثير كثير وأحيانا كنت ببقى مفضعة في أخذ مساكنات عشان أقدر أذكر بس ما كانش فيه سيستم معانة في ذاكري كنت بعمل جدول لما كانت أعماله دائما من جدول كان بيبوز مني أحيانا ببقى تعبانة في الجدول يبوز فكنت بذكر لما بقى أصويت أصلا كنت بروح الزوز بتاعتي بعد ذلك أرجع أذكرها ولو حاجة مش فهمها أتصل بشاهبتي ولو هي برضو حانا مش فهمت نعمل نتصل مع بعض ونشرح لبعض بعد كده بنحل للمتقنات ولو في حاجة مش فهمينها احنا الاثنين بنحل للأستصل عن الثالث وبنعمل نتذكرها سوى بقى أكيد كنت بتذكري كم ساعة في اليوم يا مونيك لا على حسب ما كنت بقدر يعني استراحة ما كانتش فيه وقت معين وليلي في البيت بقى كانوا قلقلين عليك يقولولي الكفاة مذاكرة أنت تعبانة مش مهم يعني الإرادة بتاعتك إزاي أنت محققة تفوق كبير جدا وانا عارفة أنه أدبي مواد كمان صعبة عايزة تركيز عايزة استعاب عايزة منتكلم بقى عن لغة عربية وآدب وتاريخ وفلسفة وحاجات كتير قوي صعبة كلها صراحة كانوا خايفين يعني من الثاني يعني كانوا بيشدعوني برضو وكانوا كلهم بيدوني فوزوت البنيرجي فسان يعني يعني عدت الدكاترة اللي كانوا بيتعاملوا معاكي كانوا بيسعدوكي بيقولولك تعملي ايه احسن وقت تتذكر فيه لما يحصل لك هبوط يعني كانوا بيسعدوكي ازاي كانوا بيدوني فوزوت من أجلي كثير قوي يعني أنا أصلا كنت هأجل السنة بس اللي كنت راح أخد من إفادة من الدكتور ان انا أجل السنة بس قال لي لا ما تأجليش ومتحني في المستشفى مدام هتعملي عمليتين وكده كانوا بيشجعوني كثير يعني أصعب وقت ومتحني كنت عايزة أجل السنة قال لي لا ما تأجليش ولا أجلت أنا مش عارف كثير مني فكان يعني إرادة دي كانت حلوة يعني كانوا بيشجعوكي طول الوقت أصعب وقت بقى لما خلاص بكرة متحان السنوية العامة ده كان أصعب وقت بالنسبة لك ولا الامتحانات عدت على خير ولا الأصعب في المذاكرة أصعب وقت بقى ليلة المتحانة ما كنتش بنامج لما أخذ منوم فده كان بالنسبة لي أصعب وقت كان ضغط جامد وكمان كنت عبنة فلا هو طب أنا مش مذكرها ولا ايه كانت أطر جامد الصراحة طب هقولك حاجة يا مونيك تعالي نتفق إحنا في سنة كم؟ 2022 يعني كمان أربع سنين نبقى في سنة كم؟ 26 26 سنة 26 أنت عايزة تكوني تخرجتي من كلية الإعلام مظبوط؟ أه ونكون محضرين لك كرسي هنا موجودة معنا طيب بسرف لي طيب أنت يعني ليه عايزة تخشي كلية الإعلام وأنا عرفت أن عندك حلم نفسك تقابلي يعني أستاذتنا طبعا الأستاذة الكبيرة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس مظبوط؟ مظبوط؟ أه طيب أنا شخصية ممكن أساعدك في الحلم ده يعني إنسانة جميلة وحتبقى مبسوطة أن هي تقابلك أصلاً لكن أوليلي يا مونيكا يعني ليه خطرت إعلام تحديد؟ أنا نفسي أطلع أنا علاقاتي كبيرة قوي يعني أنا بحب أتعامل مع الوزراء دائماً وبتكلم مع ناس كتير أنا نفسي أشتغل بوبليك ريليشن أيوة أو مثلاً أكون يعني مثلاً علاقات العامة بتي موجودة في أي مجال مستشفى أي حاجة عايزت تدريسي علاقات عامة؟ أوه نفسي قوي في الموضوع ده أو أبقى مزيعة أو تبقي مزيعة ليه لأ يعني كل الأحلام ممكنة زي ما بنقول يعني زي ما قدرت يتحقققي ده في السنوية العامة إن شاء الله تحقققي ده بإذن الله في كلية أعلام لما كله يطلع وإن شاء الله مبارك لك وتيجي تنورينا هنا يا اللهي بارك بحضراتك مجلسي ده شرف ليه خلاص أنا بشكرك جداً وبحييكي وكملي بالإرادة لأن الإرادة هي اللي بتدي الإنسان كل الطاقة الحلوة الطالبة المتفوقة مونيكا رامي واللي حصلت على 91% في السنوية العامة رغم محاربة السرطان هي دي الإرادة بجد الحلوة اللي احنا طول الوقت بنبقى يعني بنحاول نساعد بعض بيها الإرادة دي شيء محدش مالوش حدود ومالوش وصف طيب تعالوا كده نروح بقى لمصر ونروح للترويج السياحي أنا كتير جداً بشوفها السوشيال ميديا بيعجبني ده قوي شباب كتير جداً يعمل لك فكرة اليوم الواحد حد يروح مكان فيصوره ويقول لك يعني ممكن لو روحت المكان ده تستفيد به في إيه ودي الحقيقة بقت يعني حملات كتيرة جداً موجودة على السوشيال ميديا وأنا بشوفها أنها مفيدة هذه الحاجة الوحيدة من الحاجات القلائل اللي بنستفيد منها الحقيقة حملات زي دي تفيد الناس وفيها معلومة في مبادرة لطيفة جداً اسمها النعرف مصر والمبادرة دي فيها ترويج سياحي وبيتضمن حزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية علشان تعرف الجمهور بالأماكن السياحية والأماكن الأسرية عندنا أماكن كتير جداً ممكن ما نعرفش حاجات كتير عنها وده من خلال الفعاليات بقى إيه بيعرفوا الطلاب والأماكن الأسرية اللي مش معروفة أوي في مصر ويعملوا رحلات مثلاً محلية لطلاب السنوية العامة ويعرفوهم بتاريخ بلدهم وفيه أحياناً بتبقى فيه رحلات بسيطة جداً وأماكن بسيطة بس الناس بتبقى سعيدة الصورة زي ما انتم شايفين في أماكن كتير أسرية ومختلفة وحاجات حلوة وبيبقى الناس تقولك إيه ده؟ هو المكان ده موجود رغم من الحاجات يعني طبعاً وزارة السياحة بتحول طول الوقت وفيه أماكن أسرية بس أحياناً فكرة إن الناس تشوف طلاب أو الناس شبهها راحت الأماكن دي ويصوروها بشكل معين ويشرحوا عنها بتقرب أكتر المسافات نادا زين هي مؤسسة مبادرة تعالوا نعرف مصر الاسم حلو قوي وتعالوا نعرف مصر وتعالوا نشوف كده نادا زين عملت إيه؟ مساء الخير يا نادا؟ مساء الورد مساء الورد والجمال أولاً الصور مبينة قد إيه؟ يعني أنت المبادرة أولاً جات في دماغك إزاي؟ الحمد لله بوسي أنا دراستي كانت جغرافيا فبحكم دراستي فكنت نفسي الناس تشوف الأماكن من منظور تاني خالص ونقص الوقت نغير فكر الناس أصلاً على جغرافيا إن الناس كتير أساساً ما بتحبش دراست بجغرافيا صحيح الحمد لله لما أنا دخلت في مجال الماجستير كنا بيطلع رحلات في الجامعة رحلات بعيدة وأماكن مميزة ومختلفة فما فيش مكان روحته إلا لما لقي إن الأجانب هم اللي بيروحوا الأماكن دي صحيح فبالتالي قلت لأ طبعاً إحنا الناس المفروض تعرف بلدها أكثر من كده عشان الوعي نفسه بيزيد وبالتالي تراثنا الحفاظ على تراثنا هيزيد ولما مش لازم أكون دارس عشان أعرف لعجب أنا ممكن أنزل وأقرأ وكلمتين أو أعرف معلومتين خلاص بقعانجي شكرة عن المكان كله من هنا عملت المبادرة 2014 الحمد لله أنا كنت شايفة حاجة عند السلطان حسن كمان صح؟ ألا ده حاجات كتير أنا الحمد لله عملت 210 رحلة إلا الآن 210 أنت عارفة كمان هي المشكلة إيه نادا أنه الناس بيبقى فيه تفاصيل لطيفة يعني لما بتروحي لأماكن الأسرية وتعرفي يعني أنت بتكلمي عن جغرافيا لكن هي جغرافيا وتاريخ وزمن وحقب مرت على مصر وحضرات فالناس بتجمع حاجات كتير جدا في زيارة واحدة بالضبط هي دي النقطة اللي كنت عايزة أقول لها عليك عليها أن الناس لازم تكري في الدراسات الاجتماعية نفسها صحيح إحنا أساسا الدراسات الاجتماعية دي عبارة عن إيه؟ أنت بتدرس تاريخ الحاجة ومكانها فهي علاقات وانا لن نزل على أرض الواقع أشوف مثلا إحنا خذنا يامة في التاريخ أصلة محمد علي صحيح لما أنا لن نزل مثلا على أرض الواقع واشوف مثلا لالقلعة لن نزل مثلا واشوف تاريخ المماليك وانزل واشوف وطبعا يعني حتى فيه دلوقتي اتجاهات اتجاهات روائية كمان نحيه التاريخ والمماليك ولينا ناس كتير نعرفها روائيين كبار طبعاً طبعاً دكتورة رين باسيوني دكتورة رين باسيوني يعني الحقيقة سلسية أولاد الناس طبعاً وحالياً عملت القطائع كمان عشان إحمد بن طولون فدلوقتي بقى فيه حقيقة هي نفسها بتنزل نفسها بتقابل القراء في الأماكن دي أصلاً هي بالمناسبة صديقة شخصية فأنا طبعاً يقول لها كل المحبة لها فبالتالي الجوالات مش بس أن أنا أذل أقول كلمتين عن التاريخ أو القصر بقوليني أو الجحل لا إحنا بنتكلم عن هي شاملة حاجات كتير الناس نفسها بتتعرف على بعض يشوفوا أجواء جديدة فيها طاقة إيجابية يعني أنا حالياً وده بدأته من سنة مساعة الكورونا لما كلنا عادة في البيت طبعاً أنا هعمل مش هنعمل رحلات فيها أوتوبيس طبعاً ما ننزل نعمل وقف نعمل تنفيذ في الأحياء الأزيمة طبعاً فيه ناس بتقولي الرحلات دي بتكلف قوي أنت ترد تقولي إيه يعني بصي أنا الحمد لله رحلاتي هي المبادرة مش تجارية هي المبادرة بتبقى تكلفة على الحاجة بالظبط لو هنجيب بس لو فيه جايد طبعاً أنا بقمه ساملك كتير جداً لو رحيم ما كان في حرف يدوية لازم ننفع الناس دي ولازم نشتري منهم طبعاً نشتري حتى حاجات رمزية إزاز أو نحاس أو فخار ودي طبعاً حاجات قوية جداً لنزيل كمان استدامة للحرفين دول أنا كنت رسى عاملة من أسبوعين رحلة لضهشور عملت حصاد المنجة والدرة أيوة تحفى فكترحلة ريفية يعني الناس مش في الصر إن أنا سفر محظف جعيدة عشان أشوف الأجواء الريفية لكن ضهشور دي مثلاً دي لازم يتم الإلقاء الدوق عليها في السياحة البيئية صحيحة جداً لا واللي هي الزور بلدك وتعرف عليها واستمتع بيها يعني أنت تستطيع يعني كمان مش بس تزورها والحقيقة أنا بالحمد لله الناس اللي بتيجي في الرحلات ناس جميلة جداً ناس كلها طاقطة حلوة فبالتالي الناس بيبقى عندها شغف هاي الرحلة اللي بعد كده إيه يا حاجة جميلة وأنا ببقى سعيدة والله الحمد لله جداً مبادئ الرحلة الجاية أنا أهاجي معاك يا زين بعد بك يا الله تعالي عميني وقفة في مصر جديدة أكيد والله أنا لازم أجي معاك رحلة من الرحلات دي بإذن الله ونشجع الناس أنا بشكرك جداً يا زين ومبادرة حلوة واتكملي لأنه الجغرافيا تتعانق مع التاريخ دايماً بشكرك جداً يعني نادى من الناس في حقيقي ناس إيجابية وفي حالات إيجابية أنا بحب هذه الحالات الإيجابية صدقوني دي بلدنا دي مش جميلة وبس جميلة جداً لأنه إنت عندك أماكن في البلد دي تقدر زيارة اليوم الواحد دي بديعة وموجودة ممكن تكون مش بس أنا لازم أكون في القاهرة وأزورها ممكن أزور حاجة في محافظة جنبي وممكن أزور جوه المحافظة بتاعتي يعني يبقى فيه أماكن كده نقدر نزورها ونتكلم عليها واللي عنده معلومة يقول للتاني وبالتالي بتبقى بالذات الأطفال الحاجات دي بتلتصق بيهم أكتر من إنه يقرأ من كتاب صدقوني بتفرق كتير عندنا أماكن كتير في مصر بديعة أحياناً بنعدي كده من جنبها ما نبقاش عارفين إيه اللي حصل أو حتى ما نسألش هو ليه الشارع ده اسمه كده يعني أحياناً أنت بتبقى ساكن في شارع مش عارف هو اسمه كده ليه يعني حتى نفك حتى الرموز اللي حوالينا دي وإحنا يعني عايشين ومش عارفين هي إيه دي مبادرات لطيفة واجتماعية وشباب بيبزلوا مجهود علشان يقدموا حاجة حلوة لبلدنا مازال عندي على فكرة النهاردة عدد من الفقرات هتستمتعوا بيها يعني لو في كده كبات شاي سخنة وشوية نعناع هنكمل مع بعض النهاردة التاسعة بفقرات لطيفة ليوم الخميس أرجوكم فاصل قصير ونعود بعد قليل عندنا في بلدنا رموز الحقيقة في مجال السينما وتريفزيون رموز حقيقين يعني مجموعة من الفنانين اللي شكلوا الحقيقة بأدوارهم شكلوا شكل شخصية المصرية يعني كنت تشوف مثلا دور فتحس إنه في الدور ده مثلا شخصية دي بتقدم شخصية من المجتمع حقيقية أو بتنور على شخصيات حقيقية بتكلم عن رحلة اللي رحلت يعني عن دنيانة منذ أيام الفنانة القديرة رجاء حسين رجاء حسين من الفنانات الحقيقة اللي ليها بصمة على الشاشة يعني أنت لازم تحبها وتتأثر بيها وتحس إن هي أختك خلتك عمتك واحدة من المجتمع بتقدم الشخصية اللي بتقدمها من قلبها تاريخ حافل قدمته الفنانة الرائعة وأعمال فنية كتير على مدار مشوارها الفني اللي تخطى ستين عام والحقيقة يعني فنانة رجاء حسين شركت في أعمال فنية بارزة والبداية كانت عندها الحقيقة لما بدأت سنة أعتقد أربعة وخمسين أو سبعة وخمسين وبعدين بدأت تشتغل مع المخرج الكبير يوسف شهين اللي اختارها في عدد من الأفلام شركت في أكتر من خمس أفلام تقريبا مع مخرج كبير يوسف شهين وكانت دايما بتنظر بأن هي بتكتفي بهذا العدد لأن هي عايزة يبقى عندها تنوع وأنها تعمل حاجات مختلفة كنا بنشوف يعني منذ قليل مشهد لها من فيلم من الأفلام المهمة جدا اللي عملتها أفواه وأرنب والفيلم ده الحقيقة كان بيتكلم عن القضية السكانية وكان فيلمه مهمة قوي وطبعا كانت البطولة كمان موجودة فيها بتشارك البطولة فيها الفنانة القديرة فاتر حمامة والفنان الكبير فريد شوقي وطبعا دور رجاء حسين كانت أخت فاتر حمامة وكان فيه منافسة جميلة وشديدة داخل هذا الفيلم يعني ما ينفعش أبدا الفيلم يقوم غير من خلال هذه الشخصيات فتحس فعلا إن هي المرأة اللي بتنجب كل الأطفال دول واللي عندها مشاكل واللي طبعا مش عارفة تكفي العيشة والحياة فيلم أفواه وأرنب من الأفام المهمة لكن كمان رجاء حسين لم تتوقف عن السينما بس يعني كان لها محطات كتيرة كمان في التلفزيون مش حنسة مثلا دورها مع الزعيم عاد الإمام في أحلام الفتى الطائر ولا دورها في أبو العلال بشري أو المال والبنون شهدوا الدموع يعني ليها أدوار الحقيقة مهمة جدا في الدراما التلفزيونية وهي كانت دايما حريصة على دورها دايما جميلة لطيفة حتى في آخر لقاءاتها التلفزيونية متسمحة ومحبة وطاقة إيجابية عالية جدا يعني خليني الأول أرحب بيعني زوجها ورفيق مشوار الحقيقة وعائلة جميلة محترمة الفنان والأستاذ سيف عبد الرحمن مساء الخير يا فندم والبقاء لله طبعا حبيبتي أصلا يعني خليني أقول للناس كمان إن هي كات رياضية كانت بتلعب لعبة كروكي اللي هي لعبة يعني يعني كانت ست جميلة في كل حالتها جميلة شكرا 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 ألف رحمة ونور عليك كلمني عن يعني أنا كمان كنت سعيدة مش بس من أن أنتوا فنانين وقدمتوا أعمال لكن حقيقة العلاقة كمان الزوجية والفنية حتى وإن انتهت في مرحلة ولكن كان في حب وتسامح ورقي شديد بينكم أشكرك 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 هي عصابة عظيمة حول بنات مكالعوبة في بلد الحقيقي ومحبة وكريمة وخيرة يعني ما كانش موقع معلقة بعدها هي أم ولاني أنا عارف طبعا طبعا كانت ستة عظيمة وألف رحمة ونور عليها وبرج ونورها العريض الكبير يبقى لها برحمة ونور خير أكيد إيه أكتر الأعمال اللي هي كانت بتبقى يعني فخورة بيها إيه عملت حاجات كتير قوي بس إيه أكتر الحاجات القريبة لها لقلبها يعني الحمد لله كل أعمالها كانت مكحة مجاحة ده مسير رائع طبعا محدش شغل يمثلها فهو أراني محدش شغل يمثلها أريد حلها طبعا أريد حلها طبعا كل عصفور وعز ابن أدوال وخاصفة مطرية عز كمدرية كمان كل إيه أكتر ممتلش شغلت مع إيسى الشهين في عز كتليفزيون هذا الصائر مع عبد الإمام ومثلعين فاتن حمامة عملت معها فيلمين مهمين جدا فهو أرانب وأريدوا حلها لتنين مهمين يعني والتنين بيهتموا بقضايا حقيقة قوانين المتابع النصر الثمانية يعني أخشوا قضية مهمة جدا صحيح ها هي كتبت حد في النهاية بشغلها وابتد موازل عايزة تعلم ألف رقم النور عليها أكيد يعني نحبك كبير أكيد يعني فنان سيف عبد الرحمن يعني وجودكم كمان أنتم بالاتنين بالقرب من يوسف شهين لوقت طويل وعدد من الأعمال الفنية فنانة رجاء هسين قدمت خمس أعمال للفنان أو مخل كبير يوسف شهين اللي كان بيشوفه بيميزه يخليه متمسك بيها طول الوقت رغم أن يعني يوسف شهين يحب يغير يعني ناس كتير بس واضح نحن كان فيه تمسك طبعا هو مختنع بموجبتها وعظمتها وهي تسديله اللي هو عايزه وهو كل المسلمين مصر مع شهين بيطلعها حتى مع النور اللي هو بيحب مصر هو شهين كان بيحبها جدا وهي كان تسديله كل اللي هو عايزه فالعلاقة سنتقويسة وهي كنا عيلة شهين من سبادي كان أخوية وهي مرافقة طبعا يعني كانوا كلمية تأثير نحن عملنا حاجات سيدو الحمد يعني الناس على عائلة وأكتر المسلسلات اللي كانت قريبة منها اللي كانت بتتبسط لما تتزع تاني وتتفرج عليها شهدوا الدموع ست إحسان أو طبعا ست إحسان تحس أن ست إحسان دي يعني حد من عائلتك بالزبط 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 الحقيقة يعني هي فنانة قديرة زي ما قدمت أعمال كتير هتبقى بالقيمة بتاعتها طول الوقت على الشاشة لأنه دايما الفنان لا يرحل هو موجود طول الوقت بما قد موجود معنا وعملها موجودة وذكرها موجودة و ألف رحمة ونور عليها ألف رحمة ونور عليها تعزينة القلبية لك وللأسرة بأكملها بشكرك جدا الفنان زوج الراحلة الفنانة رجاء حسين الفنان سيف عبد الرحمن شكرك شكرا جزيلا الرقي دايما يفضل موجود يعني يمكن النهاردة بتمر ذكريات ناس كتير الذكرى اللي أنا هتكلم عليها دي أنا عايزة أقولكو قد إيه يعني أنا يعني ببقى ضعيفة جدا قدام ذكرى الفنانين بالذات لإني يمكن ببقى بشايفة قد إيه بيتعبوا في المشوار والذكرى اللي هتكلم عليها الفنان قدير فنان الكبير نور الشريف السنة اللي فاتت بتحديد على نفس المكان ده يعني يمكن مصادفة كنت في التاسعة وتكلمنا عن ذكرى رحيل الفنان نور الشريف فنان نور الشريف يعني فنان كبير اسم كبير رحل عن عالمنا في 2015 وترك وراءه تاريخ فني كبير متنوع جدا مصرح سينما دراما وقدم حاجات كتيرة ومختلفة مش ممكن أبدا حد ينسيها كمية من الجوائز كمية من التميز كمية من الأفكار اللي طرحها نور الشريف كمان لو إحنا بنتكلم عن الفنان كقيمة فمنور الشريف يمكن ثقة للموهبة أو يعني عظمة الموهبة عند نور الشريف يعني هو كمان قدر ينمي هذه الموهبة بالقراءة والثقافة والتنوع وإنه يفضل طول الوقت عنده ندوج مختلف فأنت لو شفت مثلا بدايات نور الشريف وشفت أعمال كتير مهمة كان يهتم إن هو يعملها وإنه يقدمها طول الوقت وتبقى بتجسد الشخصية المصرية بكل أشكالها وكل أبعادها فأنت شفت نور الشريف من الشاب من فتى الأحلام للشاب اللي عنده مشاكل للشخصية المصرية الأعمال التاريخية مسلسلات إزاعية أعمال كلها أهم من بعض قدم مثلا حوالي أكتر من 183 فيلم و24 مسلسل وقدم كمان يمكن مسلسلين للإزاع والست مصرحيات يعني مهما تكلمنا عن نور الشريف أنت عايز أعمال كتير بس لازم حتلاقي عند نور الشريف محطات كتيرة وكمان حتلاقي علاقته بالوسط الفني والفنانين مختلفة يعني هو جيف فترة مثلا قرر إن هو طول الوقت الحقيقة هو بيساعد الوجوه جديدة بس جيف فترة حاول يجدد ولما الدراما بتجدد نفسها وقدم عمل زي الدالي في الدالي يقدم ثمن وجوه جديدة والثمن وجوه دول مازالوا موجودين وبيقدموا هما البطولات الآن يعني متقلقين هم أبطال الأعمال عدد من الأعمال الدرامية اللي موجودة فده نور الشريف حاب مثلا يقدم مسلسل زي عمر بن عبد العزيز عشان يقدم هذه الحقبة التاريخية والدينية بشكل بسيط تصل إلى العامة لأن المسلسلات دي على قد ما هي صعبة جدا بس هو رأى أنه تقمس بتاعها وأنه يقدم الشخصية دي ببساطة وبسلاسة هتأثر كتير في البسطاء والعامة وهو تقدم قيمة تاريخية كمان مختلفة نور الشريف كان دايما عنده فكر عنده قراء حتى مكتبته العظيمة تبرعت بيها زوجته الفنانة بوسي وبناته الحقيقة مية وصارة وموجودة الآن في مكتب تسكندرية ولأنه الحقيقة كان قارئ مهم جدا أنا كنت الحقيقة يعني كان عندي من الحظ أني أشوف المكتبة العظيمة دي كنت ببقى منبهرة يعني كم هذه القراءات ما بين الفلسفة والسياسة والاجتماع وعلم النفس والتنوع الكبير ده هو اللي عمل هذا التنوع لشخصية نور الشريف أنت طول الوقت لما بتتفرج على نور الشريف يعني بتشوف أعمال كتير يعني كان عنده فرصة مثلا يعمل شخصيات متنوعة يعمل مثلا سياسة يعمل شخصية مثلا زي شخصية سواء الأوتوبيس مثلا لأن سواء الأوتوبيس ده يعني مهم يعني إحنا بلد كبيرة وفيها يعني ملايين من البشر بيركابوا المواصلات في الشخصية دي أنت بتشوفها كل يوم وطول الوقت وطبعا مع عاطف الطيب قدر يقدم ويحل يعني الشخصية دي عمل مثلا حاجة زي حتى بوكف يعني عمل كوميدي اللاعب اللي بيلعب للزمالك وإزاي يقدر يلعب فعفكرة هو كان زمالكوي جدا وكان عاشق للكورة بس كان فيه لطافة يعني كان بيقدم الكوميديا ويقدم الجدية ويقدم السياسي ويقدم المحنك ويقدم الديني والتاريخي يعني يقدم الفتوة مثلا يعني في المطارد يقدم الحقيقة شخصيات مهما تكلمت عن الرائع نور الشريف يعني يلاقوا فيه حقه أبدا لأنه يستحق الكثير زي ما قلت الفنان لا يرحل أبدا يعني يتركنا ولكن تبقى الأعمال دائما تحكي المشوار وتقدم كل ما قدمه بخير واحترام وفن فاصل قصير وأواصل معكم فقراتي الليلة زي ما قلتكم عندي فقرات لطيفة جدا إن شاء الله تتبستو معانا فيها أرجوكم إبقوا معانا أنا عاشقة للغات مش عاشقة للغات إني أتكلمها عاشقة للغات لأن فيها ثقافة وفيها تاريخ وفيها حكايات لأنه لما تعرف لغة بلد اتأثرت بإيه وأثرت في إيه لازم تبقى عارف إن وراها قصص وحكايات هنتكلم في مصطلحات ومفردات عبر الزمن والزمان كتيرة وإحنا كشعب مصر ما تعرفش الشعب ده غريب أخذ بعض الحاجات وسب حاجات كتيرة قوي يعني أنت لما تيجي تبص على الشمال الإفريقي لما المستعمر كان موجود في كذا منطقة يعني هتلاقي إن مصر من أقل الدول حتى لو كان فيه مستعمر قاعد فترة وعدة على محافظات كتير بس هتلاقينا كنا ننطقي حاجات ونسيب حاجات طبقا لتاريخنا وإحساسنا ومزاجنا فحاجات كتير قوي تعالوا كده إيه نتكلم فيها مع دكتور جون دانيال أستاذ اللغة اليونانية ومقدم محتوى عن التاريخ وأصول اللغات بسعال خير يا دكتور أنا سعيدة بأن أنت متولي الحاجات دي وعجبني حاجات كتير قوي أنت بتستخدمها وزي ما أنا قلت إحنا المصريين ما عرفش كنا بالنقي ولا هي الحاجات دي استقرت من استعمالنا مصطلحات كتير عاشت معنا هم فيش حال بينقي بمزاجهم بشي بقى واضحين يعني يعني من الواضح مثلا برغم أن الإنجليز هم مثلا اللي عملوا السكة الحديد في مصر لكن كان فيه طلاينا كتير جدا فاحنا درجات السكة الحديد لغاية النهار دا حتى شعبيا بنستخدم التارياني قولك البريمو والتارسو التارسو يعني التالت بالتارياني صح فهي مش بننقي قوي قد ما بعين إحنا كمان يعني خلينا أقول شرق المتوسط اللي هو بيشمل مصر وسوريا ولبنان إحنا طبقات الاحتلال عندنا كانت كتيرة وورا بعض صحيح وساعات متدخلة صح يعني كان عندنا الإنجليز والترك في نفس الوقت أيو صح فالتداخل دا بيعمل التداخل دا بس إحنا من أقل البلاد يعني اللي فضلت لهجتنا برضو بتاعتنا يعني مصريين يعني أنت لما بتروح مثلا لو الاستعمار الفرنسي مثلا عشان هو كمان موجه للثقافة يعني دا حياني يعني أنه هو يبقى اللغة الأولى تبقى الفرنسية الأدب الفرنسي فبالتالي عمل تأثير كبير على اللغة العربية في مناطق المغرب العربي مثلا لكن أنت هتلاقي أن إحنا عندنا المستعمر الإنجليزي ما كانش بيهتم قوي بالثقافة بشكل عام دا حياني لكن إحنا كمان زي ما قلت كنا يعني بنستعمل حاجات وبنختار حاجات ما بنختار فيه حاجات إنجليزي عندنا فيه حاجات فرنسيوي فيه حاجات طلياني هو الغريب أن وتركي طبع إحنا لم نستعمر من فرنسا غير تلات سنين بالزبط لكن تأثيرنا بالفرنسيوي كبير جدا لسببين تعالنا نستعرض أمثلة وإحنا بنتكلم يعني خلينا أقول خلينا أقول مثلا كل مفردات القطع الغير العربيات ديريكسيون من أول ديريكسيون لغاية كل حاجة بس طبعا إحنا مثلا بنقولها الناس بتقولها أو مرش دير أو مرش دير بالزبط مرسي إحنا مصرين كلنا بنقول مرسي بس دا مش بسبب التلات سنين بتقال الفرنساوين دا بسبب أن لفترة طويلة كان اللغة التانية في الإمبراطورية العثمانية هي الفرنساوية وإحنا تبعيا خدنا دا وكرهنا الإنجليزي بسبب احتكاكنا السيء بالإنجليزي يعني إحنا فترة من الفترات كنا مستنين الألمان ييجوا وإحنا يعني دا هتلر يعني مع ذلك مستنيني ويجي خلصنا من الإنجليز قال يعني كان هيعملنا أحسن بس إحنا من كتر كور هنا في الإنجليز فبقى عندنا دايما النفرة من اللغة يعني عارف اللي عرفوا حسن ما ما عرفوش كما بنعملوا على العكس لأ اللي نعرفه دا عايزين نخلاص منه عشان يجي ما نعرفوش طيب تعالي نروح لبعض المصطلحات أنا شفتك قلتها زي مثلا شرم برم حتى إحنا شرم برم استخدمناها في الغنى شرم برم حالي يعني بنغنيها وعندنا حاجات كده يعني هي في المصري يعني حتى لما يبقوا أنا بقدم برنامج مع إخوة عرب فلما أقول بعض الحاجات أقولهم هاتلي البتاع اللي هناك دي بصلي إيه البتاع يعني عندنا شوية حاجات كده الناس ما بتبقاش عارفة إيه دي وهي موجودة في لهجتنا المصرية فخينا نحلل بعض الحاجات اللي احنا كمان بنستخدمها وأحيانا الناس ما تعرفهاش هي إيه فنشرح مثلا شرم برم شرم برم دي لفظة ما نعرفش أصلها بكل أسف لكن اللي عندنا نص من العصر المملوكي في قصيدة بيقول شرم برم وتقالد بعد كده طبعا في ناس يعني غنيناها شرم برم حالي تعبان لأن القصيدة من القرن التلاتاشر أعتقد بتقول كده شرم برم في ناس بقول إن هي شرم برم دي اختصار لشر مبرم بس كمان لازم بعرفين إن الجزء كبير من عميتنا وابتعادنا على العربي كان العصر المملوكي وده حتى لما أي حد في كتب التاريخ بيسميه عصر انحطاط صح لغوي طبعا اللغة نفسها بعدت عن العربي هو كمان من أضعف الاستعمارات يعني عنده ضعف هذا المستعمر يعني كان عنده ضعف بس كان عنده فهم أيو يعني حتى التركي لما جم هو معرفش يدير البلد فساب إما مليك إنتوا ديروا البلد وصيبونا إحنا ناخد الجزية من برا آه يعني ف بس هما كانوا فهمين أوي أوي المملوكي المستعمر المملوكي كانوا فهم كويس أوي نفسية المصريين غالبا طيب من الحاجات اللي إحنا بنستخدمها في المصطلحات خلينا يعني نقول بعض الأمثلة واللي مأثرة فينا ويمكن فيه ناس بتعرفش عنها حاجات كتير أنت بتشوفها إيه في اللغة يعني فلسفة اللغة نفسها ده مش عيب يعني فيه ناس بتستعي بفكرة إن إحنا عندنا ألفاظ غير عربية ده مش عيب ده تطور طبيعي يعني في تاريخ اللغة كله تطور طبيعي الأجانب الإسبان أكتنا أن أتكلم الإسبان ما تتكسفوش أن يبقى عندهمвонgies بالفون لفظة عربية أممممممممممممممممممممممم.... لا 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 لازم نغيرهم لا العلم نفسه ما تكسفش أن يقول الجبرا من الجبري بالنحيانمممممممممممممممممممممممممممممppممممم إحنا لما كنا بنعمل العلم فإحنا اللي بنعمل الألفاظ بالضبط النهار ده مثلا التلفزيون إحنا بنقول تلفزيون صح محدش بيقول كلمة عربية ليه لأنه اخترع بره وخدنا الكلمة صح الناس حاولت مع الراديو يقولوا المذيع طول الوقت ما نجحتش الكلمة ما نجحتش لأن هي كلمة طلعت زي ما هي فبقت الراديو فاللي بيخترع بيفرض ألفاظ اللي بيجيب حاجة بيفرضها بكلمتها وده تاريخ اللغة وده لو يا إما نقومه ونقول لا هنعمل ألفاظ عربية لكل شيء يا إما نستسلم إليه نستسلم إليه بوعي بس عندنا بعض الكلمات ماتت يعني كانت تستخدم وبقى إما بقتش تستخدم خلاص طبعا يعني منها إيه مثلا يعني أو خد بالك إحنا كمان الزمن والجيل الجديد ودخول كمان اللهجة المصرية غيرت من نفسها هي نفسها يعني كمان الشباب دلوقتي بيتكلموا حاجات أنت لما تقول حاجات دي يعتبروها قديمة بالنسبة لهم يعني ده حقيقي لأن هي الفكرة كلها أولا لازم نعترف أن ده في صالح اللغة مش ضد اللغة تطور اللغة ده يعني الجيل بتاعي وإحنا شباب كان نستخدم تعبير روش طحن مثلا آآ تعبير ده خلاص يعني بيعتبروه تعبير قديم ولا يسألوه معنى آآ لكن لازم نعرف أن إحنا عندنا خليني أروح لنقطة أعمق شوية إحنا عندنا مشكلة في تعليم اللغة في مصر آآ وهي على كذا محور المحور الأول هو اللي إحنا بنتكلمه في البيت مش هو اللي بروح نتعلمه في المدرسة طبعا في العربي خالص إحنا بنتكلم الولد بالعمية الولد آآ نعم بنتكلم بالعمية الشديدة هي عمية في خلاف طبعا زكاة العمية دي أصلا لهجة من العربي ولا خلاص انفصلت درجة أنها أصبحت لغة بس مش ده اللي عايزة أوصل ليه لكن إحنا عندنا أربع سنين الولد قبل ما يدخل المدرسة منكلمه عمية ودي اسمها كورة يخش المدرسة اسمها كورة صح ومش دي كان اسمها كورة في البيت أيوة إيه اللي خلق فلازم نعتار إحنا مشكلتنا أن إحنا بنعلم العربي بطريقة وكأن الطفل في الأربع سنين اللي قبل ما يخش فيه المدرسة كأنه كان بيتكلم عربي هم كانش بيتكلم عربي آآ فبيحصل الدايجلوسيا ما هو برضه أنت مش هتلاقي حد هيقولك إيه يعني صباح الخير زوجاتي نعم مش هيحصل بل نعم بس لازم نغير شوية في مناهج العربي بطريقة شوية تسمح أني الطالب يحتك بيها وإحنا فهمين أنها مش أن دي أول مرة يسمعها آآ يعني 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 يقترب منها طبعا أنا عايزة أقولك أنه لغة الصحافة وهي اللغة التالتة زي ما بنقول يعني اللي هي قريبة هي ليست العامية وليست الفصحة ولكن هي يعني قريبة للناس اللي احنا بنتكلم فيها يعني أنا ساعت مثلا ما بكلم بنتي تقولي أنا مش عارف أتكلم زي كالزقاق وأنه كان وأصبح يعني هي بتحس أن أنا برضو يعني لا كلميني عادي يعني تقولي كلميني يعني كلميني مامي يعني يعني كأن دي لغة تانية فهي فكرة أنه نستعمل حتى اللغة التالتة اللي هي ما بين الاثنين لا عمية خالص ولا الفصحة طيب اسمحيلي أولا فكرة العمية أنها دنيا دي فكرة غير صحيحة يعني العمية مش أدنى من العمية أي لغة مش أدنى من الفصحة بتاعتها لكن هي تطور طبيعي وفي يوم من الأيام لو حصل يعني العمية الإنجليزية بقت هي اللغة النهاردة ولغة تشيك سبير بيبصول عنها لغة قديمة أيو بس خد بالك أنت برضو خليني أقولك أنه مثلا إنجليزي البي بي سي مختلف عن إنجليزي الشارع وده طبيعي يعني من يتحدث يقولك إيه ده إنجليزي البي بي سي بتاع الملكة يعني يتحدثون كما تتحدث الملكة وكما يتحدث البي بي سي بشكل عنه صح فبالتالي دي اللغة زي ما إحنا نتحدث في التلفزيون يعني نتكلم هنا ما بيتكلموش اللغة اللي هي بتاعت الشارع يعني صح موافيق ما إحنا لازم نميز بين تعبيرين علم بالإنجليزي vernacular و clockwell صح ال vernacular ده موجود في أي عصر في أي دنيا اللي بنكتبه غير بنكلمه في الشارع بس الجاب هنا صغيرة لكن إحنا بقينا clockwell والclockwell اللي هنا إحنا بنتكلم على جاب كبير ما بين اللغة المكتوبة من ناحية النحوية من ناحية التركيب الجملة نفسه من ناحية الألفاظ من ناحية حتى نطق الحروف صح يعني محدش بيقول في الشارع لالثاء ولا الظه ولا الظال فعلب بقى تعلب أيوة ما هو دي بقى ثقافة يعني إحنا برضو لازم نحافظ على العربية بتاعتنا يعني العربية بتاعتنا جميلة ده اللي كنت بحاول أقوله إنها المحافظة عن لغة عربية الناس بتغني قصائد يعني يعني بتغني العبد الحليم بيغنوله قصائد عبد الحليم غنى قصائد والناس كانت بتغنيها يعني اشتقتوا إليك فعلمني ألا أشتاق علمني كيف أقصك ودورة هواكة من الأعماق سيدة أم كلسوم من يومين كان كازم الساهر يعني حاجة حديثة كان بيغني قصائد فالناس بتحب القصائد يعني فإذن إحنا مش معادة عن اللغة العربية ولكن لازم نقرب ليها مش يعني نحاول نبعد عنها قد ما نقدر لا بالعكس ده أنا اللي بقوله العكس أنا بقوله عشان نحبب الناس في لغة العربية في التعليم لازم نفهمهم إن مش ده اللي كنت تتكلمه في البيت فأنا محتاج أبدأ منهجية معينة في تعليمك عشان ما ما مصدمكش صح أنا بعملك كأنك داخل وإنت داخل المجلس ايه أكتر الحاجات أنا موفقات جدا عداء يعني مصدمكش الحاجات اللي بتستخدمها دي هي دي زي دي ولكن النطق مختلف نحوي اسمحيلي بك في حاجة مهمة أحب أقولها هي النحو بتاعنا ودي مشكلة بقى مش من وجهها في مصر ده في كل الدول العربية صح لم يعاد أول ما تعمل يام سباوي يعني إحنا أستاذ خليل كلفت وده أستاذ غويات رحمه الله يعني كان ليه كتاب وأصدرته الهيئة العامة للكتاب اسمه من أجل نحو عربي جديد والفكرة كلها نهو بيحاول يعيد النحو ده في قاعدة في اللغة إحنا مش بنعمل نحو للغة وبعيني نتكلمها لأحنا بنتكلم وبعيني يجي واحد يرصد اللي إحنا بنتكلمه حتى بنشوف زمان فيثبت لما يختلفوا يجيبوا واحد إعرابي يشوف صحيح كلام إزاي فالنهار ده الناس دي عملت مجهود فضيع أيام سباوي عملوا مجهود فضيع أن هم يعملوا قواعد القواعد دي لم تراجع ولم يعد تقسمها ولم يعد فهمها صحيح وقصرنا تعليم اللغة على إعرف ما تحته خط الإعراب الإعراب رغم من صعوبته لكن يظل أداة لغوية يعني أنت بتقول لي فاعل مرفوع بالضمة أنا بقى كمتعلم بعض أحفظ فاعل مرفوع بالضمة أو عرائل أستاذ عاد الإمام فاعل مفتوش بالفتشة أيوة لازم أعمل لها دايما أمثلة وحاجات مش بس أم خينة لازم يفهم وظيفة الجملة صحيح يعني هو لازم يتعامل مع الجملة النهار ده أبسط تعريف للغة هي أنها وسيلة اتصال صح فهو لو مفهمش أزمة عنده نفس الحكاية على البلاغة بالمناسبة بس أنا حقول لك حاجة بس عشان وقتنا هي لغة جميلة بس الناس لازم تبزي المجهود يعني اللغة العربية إحنا كلنا درسناها والإعراب بيحلي يعني أنت حتى لما تتكلم بالتشكيل وتسمع اللغة بعد ما تثبت إقاع الجملة بالإعراب بتبقى جميلة بس هي الناس مش عايزة تبزي المجهود جزء منها كده وجزء منها النظام نفسه بتاع التعليم هو مش بيفهمني أنا ليه دفع المرفوع بالضمة يعني إنت لو فهمتني يمكن أحب الموضوع والله فيه ناس بتشرح والناس بتعمل إحنا أنا مثلا درسته في الألسن لغة عربية سليمة درسته في الإعلام لغة عربية سليمة فأعتقد هي بس الناس لازم تبزي المجهود يعني عايزة أقولك أنه القواعد في اللغة الفرنسية صعبة جدا حتى الفرنسوين بيخطؤوا فيها صحيح لأنه برضو لازم يبزي له مجهودة كل لازم يبزي المجهودة أنا مش ضد برض المجهود بالعكس أنا مع برض المجهود بس مع كمان تغيير يعني القواعد الفرنسية أنا مش بكامع على الصعوبة إن إحنا نسهل خالص بالعكس أنا بستاء جدا لما أشوف واحد يبقى فيه قد كده ويعملها مفتوحة أيها صح يقولك في البحرة فكرة إنه هو ينظمها ينظم الحاجة نفسها يشرح إعادة التنظيم وإعادة فهم وظائف اللغة كوسيلة اتصال صح وإلا اللغة هتبقى ميتة وبالتالي عشان كده القصائد المغنى قريبة للناس لأن كمان الناس دايما بتحس إن الفن اللي باللغة المكتوبة فن راقي صح أكيد أنا الحقيقة بشكر حضرتك وحازل الكلام عن اللهجة المصرية والمصطلحات والمفردات دايما عندنا حاجات كتير بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جدا وبشكر دكتور جون دانيال أستاذ اللغة اليونانية ومقدم محتوى من التاريخ وأصول اللغات الفقرة التالية الحقيقة هتهموكو جدا فكرة الطاقة فكرة إنه أجدد طاقة بيتي إزاي بنسمع الكلام ده كتير وبنقرأ عنه كتير بس صدقوا كل فترة إحنا محتاجين نقعد مع حد يكلمنا عن ده ويساعدنا ويقول لنا أهو أنا ممكن أجدد طاقة البيت طب أجددها إزاي وأنا عندي طاقة سلبية ومش حاسس وأنا ممكن حياتي تتحسن لما أعرف بعض النصائح فعلا تاخدني لقدام وأعيش حياة أفضل وأحسن حتى تخليني أفكر بشكل تاني وتقلي أنا عندي طاقة جديدة ده اللي حنتكلمه في الفقرة التالية بعد فاصل مع دكتورة سوها عيد خبيرة علم الطاقة عودوا إلينا بعد قليل خلينا نتفق إن كلنا أحياناً بنبقى قاعدين وتحس كده إن طاقتنا ساعت تقول إيه باللهجتنا العادية أنا ما عنديش طاقة طاقتي بجد وقعة جدا ومتبقاش عارف إيه السبب أو تبقى حاسس إن بيتك تقيل أو تخش بيوت تقول إيه البيت ده طابق على نفسي نستعمل الحاجات دي وإحنا مش عارفين إيه الأسباب تعالوا كده نفق المسألة ونتكلم أكتر عن حاجات كتير جدا ممكن تساعدنا خصوصاً حتى في الفترة اللي إحنا موجودين فيها دي يعني صيف وبنروح بحر وموجودين في بيوت ونقدر نجدد إيه ونغير إيه وناخد بالنا من إيه ضفتي يعني هي كلها طاقة أصلاً حلوة وهي حلوة وإيه حتكلمنا عن علم الطاقة دكتورة سوها عيد مساء الخير يا دكتورة سوها مساء الخير بجد أنا سعيدة أنك موجودة معنا وتشعي دايماً طاقة حلوة فخلينا كده يعني دايماً بنسمع الجملة دي يقولك إيه أنا قاعد في البيت حاسس أن طاقتي كده حاسس أن حاجة كتمة على نفسي والناس ما بتبقاش عارفة إيه السبب هو طبعاً ده بيرجع لعلم الفانشفي أو طاقة المكان اللي هي مصارات الطاقة الغير مرئية في المكان دي بتأثر على الإنسان إما بالإيجاب أو السلب عن طريبة الدكور الإنشاء بتاع المكان مواقع الحمامات والمطابخ غرفة النوم اتجاه سريرك بتنام فين ورق إيه قدامك إيه حاجات كتير طبعاً أنا هاخد معاجي بالتفاصيل عشان خلينا نقرب للناس إيه فكرة اتجاه السرير أنا مثلاً في البيت أحط السرير فين أول حاجة إحنا عندنا أربع حواعد لأنها قودة مربعة أو مستطيل ففيها أربع حواعد لما يكون عندي حيطة مشتركة مع حمام يبقى معنا كده ماينفعش أحط السرير إيه السبب؟ ليه لأن إحنا عندنا مصارات مية زي بلوئي في ضهر الحيط آآ آآ اللي هي الحاجات اللي هي موسيل المية عموماً يعني الموسيل المية دي بتبقى فيها مية والمية دايماً معروفة أنا متحركة وغير استاكنة فدي بتعمل أرق وقلق وعدم راحة للشخص اللي نايم ووراه حيطة الحمام فلما يكون بقى فيه حمام مشترك مع الحيطة اللي بنام عليها آآ دي صورة دي صورة هي نفس الفيلم ده ده الحمام والحيطة وده السرير فأنتي مش عايزة يتحطي على الحيطة دي آآ سواء تولاد سواء حوض سواء يعني بيأثر إيه على الطاقة يعني بيأثر على الشخص بيخليه في وضع قلق غير مستقر بيبتدي إن هي يعني بيفشف يعني طاقة المية والحيطة بيزيله قلق لا متحركة احنا مفروض الطاقة بتاعتنا نوم سبتة والنام علشان دي قضة نوم آآ فمعنا كده حتلاقيه السبقانشوس والإنسانة جيله يبقى عنده قلق ومش عارف القلق فيه مش عارف القلق مني فإذا أنت بتنصحيح أنهما ينقلوا السرير في حتة تاني يبقى المكان ده نحط فيه الدولاب ده الصح؟ هنا برضو غلط هنا غلط نحن دايما كتير قوي بتلاقي قود النوم بعض البيوت مش كل البيوت طبعا في التصميم راح عاملك قد النوم قدام قد الحمام ده غلط جدا 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 لازم ينرحل باب الحمام يمين ينرحل باب أنت مش عايزة الحمام يقترب من قد النوم يعني حتى كده كمان لأنه مصار طاقة مندفع يعني هتلاقي مصار طاقة حيطة منهاش علقة بالحمام سمعت كمان أنت قلتي مرة أو يعني حكيتي لي أنا شخصينا وقلتي المرايات اللي هي فكرة أن أنا المراية اللي في الوش يعني متبقاش المراية في وش السرير أو المرايات الكتيرة يعني أنا بشوف الناس دلوقتي قطعة الديكور دي بقت سهلة أوي بدل ما يكون عندك دولاب فيه قيمة حلوة وشكل حلو جمال حلو بنروح جايبين على الدولاب مرايات مرايات كل ستات تحب المرايات ماشي بس مش بالترياض يعني إحنا عايزين نعمل زي زمان جدتي وجدتك كانوا زمان يبقى عندهم المراية المراية جوه الدولاب جوه الدولاب تفتحي درفة الدولاب تلاقي المراية جوه طب هنا بقى صحة ولا غلط هنا برضو غلط هنا برضو غلط دي بتعمل مشاكل صداع ممكن أمراض في السدر إن هي قريبة برضو من مصار الطاقة مندفع مصار الطاقة قريبة من الحمام وبيصيب مين بالمرض أكتر واحد بيمرض الزوجة أو الزوج اللي نايم على الطرف اللي أصاد الباب باب الحمام هو ده اللي عنده أرق ده اللي حيبقى عيان مريض كمان بيجي له أمراض عنده ألق طول الوقت عدم استقرار عدم ارتياح ولو كده بقى كمان عنده الحمام هنا ومراية فوش مراية فوش وبقى دي انعكاس طاقة مش لطيف ليه إحنا المرايات المفروض طبيعتها بتلاقي مراية بحكم كبير المكان اللي فيه رأس مثلا أو حركة ونشاط تديكي حركة ونشاط وطاقة عالية فإذا أنت قصدك إن المراية بتصحصح البني آدم وبني آدم لازم ينام والمفروض إن إحنا ده مكان للنوم فبتعملش طاقة حركية عالية فبالتالي إحنا محتاجين المراية دي تكون مقننة زي زمان يبقى تلاقي استراحة لها ضرفتين قبل ما نام ما قفل استراحة ما فيش مشكلة ولكن ما يكونش فيه انعكاس طاقي مباشر هنا الصورة دي صح ولا غلو؟ الصورة دي جميلة حلوة قوي يعني صح جمالها حلوة إزاي إن هي بصي الألوان حيادية أنت هنا تقصدي طاقة الألوان هنا مش عايزة إزعاج بصري في ناس كتير تلاقي قودة أنا بوافق على ده بحكب بعد من إزعاج البصري أنا بشوف قودة نوم حمرة مثلا حتة حمرة وقودة نوم سودة غلط طبعا القشود صعب دي الألوان النوت كالور اللي هي ممكن تكون البيج أو رمادي يعني إزا قودة نوم لازم تكون ألوانها هادية سرير لونه هادي أنا مرة يعني صديقة اللي هي بتقولي يعني أنا اشتريت مثلا يعني ملايا لونها نبيتي والقودة سودة فأنا قلت لها أنت هتنامي إزاي أصلا لانا هتتخاني إيه وجوزة أكيد بجد فأنت دايما نرجع للصورة دي أستأذنكم الصورة دي إزا الألوان كل ما كانت السرير هادي عشان كده دايما تلاقي الفنادق دايما السرير أبيض عشان كده أنت تحبي الفندق تحبي الفنادق أو تريدها برتاح فيه أو المستشفى المستشفى مش قوي مش هاتف لا يعني بيحطوا حاجات بيضة ألوان هادية فإذا لازم السرير ألوانه هادية يعني السرير ممكن يكون ملايات السرير ممكن تكون سيمو تكون لونها مثلا أورنج فاتح هادي يكون فيها حاجة مثلا خاصة بالإنسان إنه هو إيه يبقى لون بينك وردي كده يعني كل ما كانت الدنيا هادية كل ما هادية الإنسان برتاح أقتلك ولا تشوش تشويش في حياته وده مهم في طاقته جدا جدا هتقي إنسان مستقر نجح في حياته بينام كويس لأن دايما إيه علاقة النوم بالنجاح إيه نم برتاح يأتيك النجاح كل ما تنام بعمق وتنام بقوة كويس أوي تقدر إنك إنت تنجح في حياتك وتبقى سعيد وموصول أنا سمعت كمان حاجة يعني برطو من الحاجات وهي يعني أنت أضفتي عليها وهي يعني أهالينا في الريف فقلت إنه في الريف بيوتهم أبسط وهم يعني بيعيشوا بطاقة أبسط بكتير من لنا لأنه بيختاروا ألوان بسيطة والبيوت بسيطة يعني يعني مش هايزة أقولك التكنولوجيا بتقل قوي عندهم ما بيبقاش عندهم حاجة يعني هنا مثلا ده بيت ريفي بسيط جدا وجميلة شكده لما بروح النوبة والصعيد والناس بترتاح يعني يمكن خدار أو الزرع وكل ما يكون موجود في البيت يكون أفضل طبعا وأنا بانصح الناس بلاش الصبار يا جماعة بلاش الصبار بلاش الصبار إيه الصبار إيه مشكلة الصبار الصبار دايماً معروف إنه هو بينمو في الأماكن المهجورة تمام اللي م Billieحل حياة اللي هي الخاربة اللي فيها خراب فبلاش الناس تخده في البيوت فبلاش إن إحنا نشد طاقة الصبار ونحطها جوه البيوت أه الصبار في المقابر ماشي الصبار بتلاقيه مثلا في الأماكن الصحراوية الخاربة لأنه هو كمان يتحمل يتحمل ده فإحنا ضد الموضوع ده في العلم طاقة المكان أنه هو مش مفضل على الإطلاق وجود الصبار حتى في البلكونات ورود عادية يعني نباتات ورقية حلوة لبلاب أي زرع خضرة جهنمية لذيذة كان فيه صورة كده مثلا هنا دي بلكونة نحن كنا بقول بقى عارف المصايف بقى الناس اللي ما طلعتش مصيف أنا بقول لهم يا جماعة فرفشوا البلكونة دي على فكرة البلكونة متقفلة ودي نقطة مهمة يعني لو ناس الظروفهم ما نفعتش يقدر يغير البلكونة بتاعته يقدر يغير البلكونة بتاعته وتبقى مصيف يعني الصورة هنا شايفة ألوان حلوة بلكونة بسيطة ومهما كانت بسيطة يعني شوف ألوان رابعية فيها فرحة فيها إشراق فيها تفاؤل مفيش ألوان غمقة ممكن الواحد يقعد فيها يشرب كوبايت شاي يمبسط يتكلم فيه داخل شمس الألوان الدقيب تأثر على تقدم طبعا الألوان مهمة في حياتنا جدا الناس اللي بتميل للكائبة هتلاقيهم بيميلوا لاختيار الألوان الكائبة زي اللون البنفسج الغامق زي اللون الأسود زي اللون الأحمر قاتم فدي من المشاكل الكبيرة اللي بتواجه المسكتين بس مثلا أنا هسألك سؤاله هقولك مثلا في الشتة يعني أنا الوتي لابس ألوان فاتحة لأن أنا بفصل الصيف بس في الشتة مثلا كلنا بنلبس الألوان دي هل هي متمشية مع الشتة فيبقى تمام لا أنا بتكلم عن دي كور البيت يعني دي كور البيت يعني البيت اللي أنت عايزاه براحتك بس كل ما تكون الألوان مفرحة في البيت مبهجة بتنعكس على شخصيتك وتأثر على البيت يعني احنا كلما بسافر لأوروبا تلاقي ستات عواجيس بقى ستين وسبعين سنة وكده ولابسين كل الألوان تديهم طاقة تديهم طاقة جميلة وتفاقل وإشراق الألوان الكائبة احنا بقولك ألوان غمقة بتخلي حيات النسان غمقة شوي حتى كمان بيته يعني أنا بفضل الناس اللي هي بتحط اللون البنفسيجي بكثرة مش مفضل ليه؟ لأن اللون البنفسيجي عبارة عن نون أحمر ناري ولون أسود مائي تزاوج الطاقتين دولة مش مفضلين عشان كده اختاروا البنفسيجي أو لون البنفسيج للجنائز صح فيبقى لايق على الحالة وديعمل نوبات كتير من الحزن البيت لو ألوانه مش مظبوطة يعمل خلافات طبعا 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 يعني الناس تسمعين دلوقتي اللي عندهم ستاير أحمر في سود أو كنب أحمر في سود عارفين أن فيه مشاكل زوجي أحمر في سود فيه مشاكل زوجي والناس اللي عندهم بيج ناجوا مال لزراف مالهم يعني مثلا عندك دي صورة قوليلي انطباعك ايه هنا بصي صورة جميلة جدا الانطباع هنا مفرح جدا ألوان لبني ألوان مبهجة ألوان جميلة ما فيش اللون الداكن الموجود خصوصا المكان ده على البحر فحلوة قوي قوي أن تختاري الألوان البلو اللي هي الألوان الزرق الفتحة لون السماء لون البحر هل كمان بتعايش مع الطبيعة يعني أحيانا مثلا الناس اللي بتبقى على البحر تجيب عفش اللي هو بتاع مصر القديم فتحس إن فيه مفرقة احنا عايزين نتكلم على ده يا شفكي غلطة كبيرة بنعملها كتير لما نكون ناخد بيت في المصيف نبتدي نجيب الكراكيب بتاعت بيتنا اللي احنا مش محتاجينها ونرميها في البيت المصيف طب انت جاي تنبسط ولا جاي تركب حياتك لا انبسط حط حاجة بسيطة حتى لو العفش قديم جددوا بلون حياته حط تنجيد جديد لونه لبني فاتح لونه أبيض جميل لونه رمادي ألوان سادة البيج الحلو الألوان النوت كارب يدي استساع الكراكيب بقى واحنا انت عارفة في مصر الكراكيب يا سلام ما بنرميش حاجة أبدا اللي هو لعبة حمادة تفضل موجودة برطمان موجود برطمان عارفين برطمان ما يتبعش الكراكيب بتأثر على طاقة طبعا الكراكيب في مصار الطاقة الغير مرئي احنا بنتكلم على ازاي نعمل بيت ديكوريا الديكورات المتوزنة في طاقة المكان أو الفانشوي يعني ازاي بصمم بيت وبختار ألوان تخلي السكان بتوعي البيت دولت ينبستوا يتفقلوا يبقى عندهم أخبار سعيدة يخش لهم حاجات بهجة يبقى ما عندهمش اكتقاب كتير كل ما تقل الكراكيب بالزبط فبيبقى فيه فضة أكتر الكراكيب بتعمل ايه بقى في المكان بتسد مصار الطاقة المتحرك في المكان بتعمل كده قفلة طب الكراكيب اللي تحت سرير النوم ده مشكلة شونط بقى وكياس كياس كياس والسجاجيد المبرومة غلط ليه انت محتاجة مصار طاقة المصار الغير مرئي متحرك احنا حوالينا أشعة كده ومصارات مختلفة نتيجة للأثاث الموجود والألوان المنعكسة علينا فطبعا احنا لما بنيجي نسد هذا المصار مايبقاش عندنا مصار متحرك ومتغالج دلوقتي الموضة طلعت ان السرير تلاقيه لازق على الارض لا غلط انا السرير ملزقش على الارض لازم اجيب رجلين حوالي 10-15-20 سنتيج بس انا بشاف من السرير العالي بيتحشر تحتيه حاجاته لا مش هيتحيش يعني انتي تفتكي زمان وإحنا صغيرين حط تحت حاجاته زمان وإحنا صغيرين كنا نستخبى نلعب سرير تحت سرير عمتك وخالتك ومش هارف ايه وكده كان فيه فراغ رائع الناس دي كانت حياتهم جميلة مفرحة فيها بحجة فيها تزاور فيها طاقة حلوة كراكيب المطبخ وكراكيب البلكونة والكراكيب دي بتأثر على طاقة اللي اه طبعا ما بتخليش هذا الانسان يجيله خير بتخليش يجي خير خالص ليه بتقفل طاقة الخير عليه والبركة ليه ففكرة ان الدنيا مستحنة لانه كدس حياته انتي دلوقتي لو عندك كباية مياه مليان بالكراكيب هتاخد حاجة جديدة لا طبعا مش هتاخد فبالتالي دايما بيوت الناس المعروفة قوي او المشاهير او الناس الاغنية قوي هتلاقي بيتهم فضية ليه لان لما بيجيب حاجة جديدة بيرمي القديم على طول فالدنيا فيداخل خارج خلينا نتفق انه البسطاء بيبقى عندهم يعني محتاج لحاجات كتير غصبا عنه يعني مش قادر يرمي لانه ممكن مثلا يستفيد من الازازة يستفيد من العلبة ربنا موجود قادري دي كل حاجة ولكن يكون بالمعقول يعني ما يكونش عندي مثلا تلت اجهزة كومبيوتر اتنين عطلانين وواحد نص نص وخليهم مكدسين جنبي اه وانتي الحاجات المكسورة والمعطلة دي مش كويسة في البيت اه بالضبط عندي جهاز مثلا اما اروح اصلحه خلاطة اروح اصلحه اما دي الحد يصلحه ويستفيد به بالضبط لكن ما يبقاش كراكيب عندي حاجة اكتر من حدي لازم اتخلص منها لان كل فيه مقولة عندي دايما بقولها تخلص من قديم يأتيك الجديد لا وهي فكرة العطاء يعني ادي كمان حاجة دانية غير كده كمان بتفقق في الحال يعني بعد السنة بالضبط خلال السنة بعد السنة على طول طاقة معطلة انا سمعت كمان ان فيه ترابيزة لازم تتعامل في البيت تبقى عليها طاقة الرزق ايه حكاية الترابيز لا ما فيش الكلام او يعني تبقى فوزة البيت مش صحيحة هو الرزق من عند ربنا ولكن احنا بنتكلم في علم هندسي جميل اسمه علم معروف قوي من 4000 سنة كمان كان علم قديم طلع من الصين العلم ده هو ازاي تعمل توازن طاقي في المكان عن طريق الديكور الالوان الاشكال الهندسية كمان مواقع الحمامات والمطابق في المكان موقع السرير في غرفة النوم كل دي منظومة متكاملة طيب خليني اقولك مثلا حاجة احيانا مثلا الناس يبقوا على قد الحال وغصبا عنه ما عندوش غير حيطة واحدة اللي حيحط عليها سريره او مكانه وحيبقى فيها حمام دي يتصرف ازاي ليه حيطة واحدة ما هو القوضة اربع حيطة ما هو يعني مش قاعد في بيطة اربع حيطة اي يدور على حيطة يدور على حيطة تاني بحيث انها تقلل البساطة والفانشوي وطاقة المكان لكل الناس صحيح كتير قوي بتروحي بيت على قده جدا بسيط جدا ولكن بسم الله ما شاء الله مطبعة اموال الناس رزقهم واسع الفلوس ما شاء الله بتكتر في هذا البيت طقعة فمش شرط ان هو يكون المكان براحة اللي فيه بانه هو مثلا 300 متر ولا 700 متر لا هي هندسة المكان عاملة ازاي بالزبط يعني كتير قوي ناس تجي تقول لي ايه انا عندي عايزة ااخد مثلا شليه ولا بيت في حي الاغنية ولا ااخد بيت كبير جدا في حي الفقر لا انا ااخد بيت صغير في الطاقة الإيجابية في المكان اللي فيه راحة واعمل فيه راحة ويبقى بسيطة عشان كده احيانا انتلاقي ناس يقول لك انا مرتاح مجرد كليم كانبة بسيطة كرسي فاتبقي مبسوطة في المكان طبعا ما كده جيله الرزقة اكتر بعكس ما هو البيوت المكدسة اللي مش متنفس زي ما احنا جسمين لا زي ما احنا متنفس البيت محتاج يتنفس اه يعني لازم تديله نوع من مسارات الغير مرئية المتحركة دي اللي هتأثر على الخير والبيت ده ارفته وحشة ده من ايام اجدادنا اللي هو البركة في المكان فهو علم البركة ده اللي هو علم طاقة المكان او الفانشوي ده علم البركة في المكان واخدينه من اهلنا زمان يعني فكرة كمان تغيير النظام يعني فيه سيدات كتير انا واحدة منهم احب قوي اغير النظام ما مقدرش لا ادي شماتي كلامي يا شخص اه نسماتي كلامك كمان ما اقدرش عايش طول الوقت بانه السرير كده والكرسي كده والتراويزة كده يعني احب اغير يعني قد ما اقدر ليه لا فالتغيير ده ليه لا مش بنقول احنا دايما في الحركة بركة حتى حركة الاثاف كتير قوي من الستات اللي بتسمعنا دلوقتي بتيجي توضى بالبيت وتقلي بالبيت من اوله لاخره وتنقل المكتبة مكان الصفرة والصفرة مكان الانطري وتنقل مجهود شاق غير طبيعي بس بتحس براحة جميلة وطاقة متجددة تحس انها قعدت في بيت جديد اه انها غيرت فاذا التغيير كمان بيد دي مهم جدا بيد دي يعني كل ما بتغيري كل ما بتحرري او بتحركي مصارات الطاقة المخفية في المكان ممكن بقى نقول بقى عمر البيت ولا نقول معرفش ايه في البيت ولا نقول ايه احنا بنسميه علميا مصارات الطاقة الناس اللي عندها مشاكل كتير هل لازم يقفوا يشوفوا البيت اللي عادين فيه ايه سبب المشاكل زي ايه زي مثلا ناس كتير قوي بتعمل الحمام بتاعها بسراميك ازرق اه دايما على طول الناس اللي عندها حمام ازرق تعرفي على طول مية في المية وانا مسؤولة عن كلامي ده عندهم مشاكل كتير في السباكة في السباكة بسبب الحمام الازرق اه اي حمام ازرق او حمام كمان اسود بس دايما منتشر اكتر الازرق ايه السبب في الازرق لان طاقة مائية في مكان مائي في مكان مغلق القفلة مقفول امتى حط الازرق مع الطاقة المائية لما يكون عندي حمام سباحة بر طاقة مفتوحة ايه مش مقفولة زي الحمام فاذا نحنا دلوقتي نقول عندي لنفورة بر حط اللون الازرق لازم دلوقتي نسأل في الحاجات دي لانها بتدي اضافة جدا الناس اللي بتتخانق كتير قوي هتلاقي عندها البوتاجاز لازق جنب الحوط اه تمام عنصر الماء بجوار لازق عنصر النار زي زمان كده كانت ما تجيبش الماء جنب النار ايوه فستف صح زي ماري مونيف زي ما تقول لك ماء ونار خلي الوش كده موجودة البوتاجاز كده والحط النحية تاني في حاجة بنسانية مسلس الحركة في تصميم المطبخ ده ضروري جدا جدا الناس تحافظ علي ان انا ببعد البوتاجاز عن الحوط ببعده عن التلاجة ثلاث عناصر موجودة ومسلس الحركة مجيش بقى حتى لو مطبخي صغير ألزق الاثنين جنب بعض هو حتى كمان في الاستخدام مش معقولة هطلع الحلة من على النار أروح حطها في الحوط صح لازم يكون عندي على الأقل مساحة 40 سنتي لا تقل عن 40 سنتي نصائح الحقيقة كلها حلوة يا رب يكونوا الناس كده استفادوا منها وانا بحب الكلام عن الطاقة بتدي الناس أساسا طاقة دكتورة سوح عيد دايماً بتنورينا ودايماً بتزودينا بعلم الطاقة الجميلة أشكرك أشكرك وأشكرك ونورتنا في التاسعة كل الديوف لسمعتنا النهار أكيد نورتنا في التاسعة وشاهدينا أتمنى أن كل الحاجات التي تكلمنا فيها تكون ديتكو كده جزء من الطاقة الحلوة لأنه هي الحياة عبارة عن فكرة فكرة حلوة نسمعها ننفذها نستفيد منها أتمنى أن يكون يوم الخميس تكون في موعد التاسعة أما أنا ألقاكم بإذن الله الإسبوع الجاي يوم الخميس تصبحوا على الفخير شكراً